بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بالجميع مرة اخرى الى كتاب ياليري كمprendر طبعا كنا قد انتهينا مع اخرى الى كتاب ياليري كتاب ياليري كتاب ياليري العائل وفراسو منظمه استيد الى كتاب ياليريك بين الهزة ووشه انا بخيميدي دي فيغ إذا نتكلم عن في إحدى بعد منتصف النهار نتكلم عن يومين ما نتكلم عن في يومين ما بعد منتصف النهار انا بخيميدي لا بخيميدي المقصود به بعد منتصف النهار الوقت الذي يأتي بعد منتصف النهار إذا نتكلم هنا عن في إحدى الأوقات بعد منتصف النهار انا بخيميدي دي فيغ طبعا في إحدى بعد منتصف النهار ولكن ديفار في فصل الشتاء فخونسوى إيطالي أو فيلاج إذن فخونسوى ذهب إلى القرية إذن هو يعود عنده هو يعود إلى منزله طبعا نتكلمون على الوفاب غفنير إذن هو يعود عنده هو يعود عنده هو يعود إلى منزله من خلال البادير المقصود وسط البادير المغلفة بالتلوج المغلفة بالتلج أو بالتلوج إذن نتكلمون على الوفاب في الغلفة ومن كلمة الكوفيرتير التي تعني الغلاف أو اللحاف المغلفة بالتلوجة يسمى كوبرتير المغلفة بالتلوجة 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 المغلفة بالتلوجة بالتلوجة المغلفة بالتلوجة بالتلوجة المساء يصل برسك بشكل مفاجئ غير منتظر سودان مفاجئ إذا هو ذهب إلى القرية فإذا يفاجئ بأن المساء يصل بسرعة يصل بشكل غير متوقع حلوم يصل بسم بألالي روز يصل بسرعة يصل بسرعة يسبب عن المساء يصل بشكل دقيق низك سوية يصل بسرعة يصل بسرعة يصل بشكل غير منه يصل بشكل جديد فوق دوك المرتفعات دو ناج من التلوج والشمس تغرب فوق أكمات التلوج هناك مرتفعات من التلوج وكأن الشمس تختفي فيها لسولان رزي بثي خالة على الجمس تغرب رخ أما رإبطاً قوات التلوج وكأن الشمس تحرك وكأن الشمس تغرب رجي وكأن الشمس تغرب رائع بشكل جيد يعني عاليا في الأعلى في السماء الكبيرة في السماء الكبيرة الواسعة كما نقول طبعا ممكن أنه تعني مجمد ممكن أنه تعني تابت لها معاني طبعا ومنها أيضا محبوك أو مسقول إذن نتكلم عن السماء المسقولة ثم أن هناك نجوم تلمع بشكل جيد عاليا في الأعلى في السماء الكبيرة المسقولة الطفل يمشي طبعا لدينا لفر مرشي والا يعني بشكل شاق نقول عن شيء إنه بنيبل يعني أنه شاق هناك نوصف الفعل طبعا لفر مرش الطفل يمشي هذا المشي بنيبل يعني أنه يمشي بنيبل بشكل شاق أحيانا نتكلم عن لابنسيون أحيانا نتكلم عن لابنسيون رجليه صنفاتيجي هي متعبة إذن أصاب العياء رجليه سي بيسون فاتيجي إذن أفره هو عنده برد هنا المقصود أنه يعاني من البرد كم يلفضغي أتخ آغير دجا كم هو يريد طبعا لدينا لفر فعل أرادة كم يلفضغي كم هو يريد أتخ آغير أن يكون وصلا دجا من قبل كم يتمنى لو أنه وصلا من قبل لو أنه قد وصلا إذن أسباب حيكرا هذا المشي لفر 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 arrive برسقا لفر لفر الكلمة شكرا وقد أتخل بعيدا لفر « Tiens, un sac perdu par un traîneau. » Il approche et voit que ce n'est pas un sac, mais un chien étendu dans la neige inanimée. Ici, la route est moins fréquentée. La neige est plus épaisse. Il aperçoit quelque chose de noir au milieu du chemin et pense « Tiens, un sac perdu par un traîneau. » « Tiens, un sac perdu par un traîneau. » Il approche et voit que ce n'est pas un sac, que ce n'est pas un sac, mais un chien étendu dans la neige inanimée. « Oh, mais ce n'est pas un chien, c'est un chevreuil. » Il donne ici une, qu'a dit le mèqueur. « La route est moins fréquentée. » « La route est moins fréquentée. » « Al-Tariq, la tia houdoua tabane françois, est moins fréquentée. » « La route 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 est moins fréquentée. » « La nage est plus épaisse. » إذن ثم التلج إبليزي باس أنه أكثر كما نقول غلضة أنه غالض جدا إذن نتكلم عن علو التلج إذن نتكلم هنا عن التلج أنه يتساقط كثيرا إلى درجة أصبح حجمه كبيرا لاناج إبليزي باس إذن التلج أنه عالي جدا إلا باسوا لاناج كلمة مؤنية سنقول هنا أباس في حالة مذكر في حالة مذكر طبعا نحدي في اس او فنقول أبي أبي إلا باسوا كلكو شوز دو نوار وميلو دو شماء إلا باسوا طبعا هنا عدنا لوفر أبرسووار في علامة إلا باسوا هو يلمح ماذا للمحة فرنسوى كلكو شوز دو نوار شيء ما شيء ما كمان نقول من السواد إذن المقصود أنه لمحة شيء ما السوادن وميلو دو شماء في وساطة الطريق ثم هو اعتقد ثم هو اعتقد إذن ماذا اعتقد ماذا اعتقد قال لنفسه تيان خد كما تنقول في الدريجة هانتا ان ساك بيردي بار ان تخينو هانتا واحد ساك بيردي انه مفقود انه مفقود بار ان تخينو طبعا له تخينو المقصود بي كما نقول زحلوقة أو شاملات القابيل إذن تكلم عن وسيلة نقل تتزحلق على الجليد ليست لها عجلات تجرى بعض الحيوانات تسمى تخينو إذن هنا يعتقد بأن هذا السواد ليس إلا كيسا ربما سقط من إحداد وسائل نقل تيان خد ان ساك بيردي طبعا هنا تنتكلمه هنا نتكلم عن لوفير بارد فعل فقد أحيانا نتكلم عن لبيرت يعني المفقودات تيان ان ساك بيردي بار ان تخينو خد طبعا هنا عدنا لوفير بتونير خد خد طبعا هنا المعنى مجازي يعني خد يعني ها هو ان ساك بيردي نتكلم عن كيس مفقود بار ان تخينو من طرفي من طرفي زحلوقة تتزحلق على الجاليد إلا بخوش إلا بخوش طبعا هنا عدنا لوفير بأخوشي في القترب إلا بخوش هو يقترب يوى ك يوى ك سو نيبا زانساك ثم هو يرا طبعا هنا عدنا لوفير بخوشي يوى ك ثم يرا ك بأنهو سو نيبا زانساك هو ليس كيسا مي أنشيا مي أنشيا ايطاندي دون العناج إنانيمي ولكن كلب المقصود هذا السواد يعود لكلب ايطاندي هو متمدد ممتد أو متمدد ايطاندي طبعا نتكلم على الوفير بإطاند مدد مدد إذا هذا الكلب هو ايطاندي هو متمدد دون العناج دون العناج في التلج وسط التلوج إنانيمي إنانيمي هذه الكلمة عكس أنيمي أنيمي المقصود بها متحرك نتكلم أحيانا عن الرسوم المتحركة ولكن هنا لدينا إنانيمي غير متحرك إذا نتكلم هنا عن كلب متمدد في التلج إنانيمي غير متحرك ليست له حركة بسبب البرد ثم يقول عندما يقترب أكثر ولكنه ليس بكلب ستان شفري إنه أيل كما نقول إذا نتكلم عن نوع من الحيوانات البرية إذا حتى لا نطلل نستأنف مع هذه القصة في الفقرة القادمة حياكم الله وإلى رقاء قادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر